استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر إقامته بالقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط واستمع أبو الغيط لرؤية عباس للأوضاع الفلسطينية الراهنة في ضوء الجمود الذي يعتري المسار السياسي كما أكد أبو الغيط أن الجمود في المسار السياسي ينذر بأسوأ العواقب وأن إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعد مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط